موسيقى مشاهدين الكرام في كل مكان في العالم سلام المسيحين لقلوبكم احنا معكم في حلقة جديدة ومسجلة من برنامج الدليل طبعا احنا بنحتفل الايام دي باعياد الصلب والقيامة كل عام وحضراتكم بألف خير بنصلي انه ملايين من البشر في الايام المباركة دي يكونوا وصلوا لمبتغى الصليب ونالوا القيامة من الموت الابدي مشاهدين وعدناكم نكمل فيه موضوع الرد على موضوع رمزية الحداشر اصحاح الاولى من سفر التكوين وبعض الخدام كانوا استشهدوا بالقديس اثناسيوس الرسولي وقالوا انه نادى برمزية الجنة والشجرة وآدم الى اخره مرجعنا الوحيد حيكون كتاب القديس اثناسيوس تجسد الكلمة وحنشوف ان كان القديس نادى فعلا بالكلام ده ولا في حاجة مش مفهومة دعونا نشوف مع بعض عنوان حلقتنا النهاردة الجنة ادم وحواء الوصية في تعليم القديس اثناسيوس بنرحب به وحيد وبنبدأ نشوف موضوعنا والرد على التعليم الغريب اللي احنا بنسمحه اليومين دول اهلا بك يا وحيد اهلا فدوى واهلا بكل الاحباء المشاهدين في كل مكان الرب يبارك حياة الجميع طيب يمكن السؤال اللي يبقى في ذهن الناس ليه اثناسيوس بالذات يعني الناس اللي بتعلم تعليم من عندها بتستشهد بالقديس اثناسيوس احنا وحنا بنرد هنستشهد بالقديس اثناسيوس ليه طبعا لأسباب كثيرة خلينا اذكر لك اهم السببين فيهم بداية القديس اثناسيوس هو ليس قديس لطائفة او لكنيسة بذاتها فهو قديس الكنيسة المسيحية كلها قرر رابع ميلادي يعني قبل ان يكون هناك طواف فبالتالي كل دارسي اللاهوت في كليات اللاهوت حول العالم هو واحد من الشخصيات اللي بيوشار لها وبيتم دراسة اقواله كشيء مهم جدا في دراسة اللاهوت هو القديس اثناسيوس الرسولي الامر التاني هم استشهدوا به يعني اللي نادوا بالرمزية او حاولوا يلمحوا انو القديس اثناسيوس نادى برمزية الجنة وكأن الجنة مكان وهمي او ان ادى محواء برضو شخص وهمية مجرد رموز لأشياء نحن لا نعرفها وكذلك بالتالي ينطبق هذا على الشجرة والوصية وعلشان كده احنا حابين النهاردة يعني نقدم تعليم القديس اثناسيوس اللي هي اساسا جملة وتفصيلا هي من الكتاب المقدس واي شخص يتكلم ليس اساس الكتاب المقدس لا ينظر الى كلامه اساسا وبافتراض حط بن قوسين بن قوسين كبار جدا بافتراض انو كان وهو كلام خاطئ تماما كان القديس اثناسيوس نادى برمزية الجنة حان اقول كلامه خطأ لانه لا يتماشى مع الوحي المقدس نعم يعني ليس هناك من هو اعظم اكبر من الوحي الوحي هو فوق الجميع وهؤلاء نهلوا من تعليم هذا الوحي المقدس والقديس اثناسيوس في عصره هو لاهوتي رائع بارع تكلم في مجمع نيقيا سنة 325 وبالتالي يعني ما كان يجب ان يشار اليه انه تكلم في رمزية الجنة والوصية والشجرة وآدم وحواء وهو لم يفعل هما اخذوا جزئية تكلم عنها في كتابه الى الاريوسيين وهي ما سأبدأ به بنعمة الرب تسمحي لا اشر للكتاب بس للمشاهدين ده الكتاب اللي احنا بنعمة الرب هنتناول منه الاقوال القديس اثناسيوس او تعليمه الكتاب ده بداية ترجم من الانجليزية الى العربية ترجمه حافظ داود اللي بعد كده اصبح اسمه مارقوس داود القس مارقوس داود القمس مارقوس داود اما هذا الكتاب فهو ترجمة وتعليقات الدكتور جوزيف موريس فالتس وهو مترجم عن اليونانية مباشرة وبالتالي هو ترجمة ربما ادق لانه من اليونانية تماما وليس ترجمة عن ترجمة مراجعة الكتاب للدكتور نصحي عبد الشهيد كتاب موجود في المكتبات المسيحية دا الكتاب اللي احنا اخذنا منه ما سنري الأحباء المهتمين أقول القديس أثاناسيوس المطابقة للوحي المقدس هو الوحي فوق الجميع نعم نعم أكيد طيب انت بتقول بتقول انه يعني كيف يعني خلينا حطها كده بين قوسين بتستنكر كيف انه هما قالوا انه القديس أثاناسيوس اتكلم عن رمزية او مؤمن او نادى برمزية الشجرة والجنة بصورة عامة وبتقول انه يعني حتة بسيطة هل الحتة اللي هو اتكلم فيها ما هياش واضحة عشان هما يفهموها بالشكل دا لا هي واضحة واضحة له في نفس الصفحات يعني أنا بداية هاخد الجملة ومن نفس الصفحة صفحة تمانية وتسعة من هذا الكتاب الرد جوة الصفحات او مش الرد المفهوم اللي هو يعني بيتكلم عليه بيثبت على حرفية هذا الكلام الجنة آدم حواء الوصية الشجرة كل دا فهي واضحة يعني طيب خلينا نبدأ وبعدين نشوف أنا بداية مضطر أن أتخطى ترتيب الأحداث عشان أحط الجملة الاعتراضية التي هم يعترضون عليها فيما أرادوا أن يوحوا إلى الآخرين بأن هناك تعليم عن الرمزية في تعليم القديس أثاناسيوس خليني أبدأ بصفحة رقم تمانية زي ما أنتوا شايفين قدامكم كذا يقول ولذلك خلق كل الأشياء من العدم بكلمته يسوع المسيح ربنا يعني المسيح هو الكلمة الخالق وبنوع خاص تحنن على جنس البشر ولأنه رأى عدم قدرة الإنسان أن يبقى دائما على الحالة التي خلق فيها أعطاه نعمة إضافية فلم يكتفي بخلق البشر مثل باقي الكائنات غير العاقلة على الأرض بل خلقهم على صورته وأعطاهم الشركة في قوة كلمته حتى يستطيعوا بطريقة ما ولهم بعض من ظل الكلمة وقد صار عقلاء أن يبقوا في سعادة ويحيوا الحياة الحقيقية حياة القديسين في الفردوس لو تلاحظ هنا كلمة الفردوس على رقم سبعة ففي حاشية تحت أنا حابب أرجع لأياليت نعرض الجزئية للأحباء المشاهدين نأخذ كذا رقم سبعة أولا كلمة الفردوس على رقم سبعة هنزل للحاشية تحت سبعة انظر ضد الوسانيين كتاب للقديس أساناسيوس ضد الوسانيين ويذكر القديس أساناسيوس فرح حياة الفردوس في عدة مواضع من كتاباته والجدير بالذكر أنه يرى أن الإنسان في مرتبة الملائكة وأن الفردوس هو موضع القديسين القديسين وكثيرا ما ربطت بين الفردوس والأديرة هاخذ هنا حتى يعني القديس أساناسيوس يقيم مقارنة بين الفردوس وبين الأديرة وكأن الأديرة مكان للمكرسين المقدسين المخصصين للرب وكأنهم الملائكة الذين واقفون دائما في حضرة السيد الرب فبيقيم هذه المقارنة فالفردوس بهذه الطريقة بهذا الشكل ثم يكمل يقول واصفا إياها بأنها مواضع سكنة إلهية انظر الرسالة الفصحية 29 حياة أنطونيوس 44 الرسالة إلى الرهبان نكمل في صفحة 9 صفحة 9 مباشرة إلى هذا الجزء سبق فأمن أي الله سبق فأمن النعمة المعطى لهم بوصية ومكان الكلام عن آدم حواء يعني النعمة المعطى لهم بوصية ومكان هرجع للجزئية لأنها مهمة فأدخلهم في فردوسه على كلمة فردوسه في 2 فنرجع للحاشية في المقال ضد الوثانيين 2 4 يعبر القديس أساناسيوس بطريقة رمزية عن المكان الذي كان يعيش فيه آدم فيقول في المكان الذي كان فيه الذي دعاه القديس موسى رمزيا بالجنة جهن القديس أساناسيوس بيرمز إلى المكان الذي كان يعيش فيه آدم وحواء بكلمة الفردوس لأنه جنة لأنه مكان رائع جدا فرمز لي الجنة بكلمة الفردوس قال لك بس هو الرمزية في تعليم القديس أساناسيوس فإذا الجنة رمز والوصية رمز والشجر رمز وآدم رمز وحواء رمز طب هو قال كذا الكلام هنا ببساطة لم يقل أنه لا توجد جنة أي ليس مكان لمعيشتهم ده لسه هو بوصية ومكان نعم يعني مش مكان وهمي لم يقل أن آدم رمز ولا حوى رمز لم يقل أنه لا توجد وصية بعدم الأكل من الشجرة ده كله حنجيله في الكلام كان المفروض على الناس اللي عاوزة تفهم تفرق بين رمزية الإسم ورمزية المكان هو استخدم كلمة فردوس عن جنة لكن ما استخدمش المكان كرمز فهمك قصدي نعم ده أبسط شيء في الفهم يعني بوستان جميل أنا لو شفته النهاردة أقول لك ده جنة أنا وحيد ومش أنا بس تعبير بشري صحيح جنة الله على الأرض أي مكان بنشوفه حلو بنقول ده جنة جنة الله على الأرض ما عنده مش جنة ولا يرتقي لمكان الجنة نعم وممكن بيقول عنه فردوس لأنه فردوس معادل الكلمة جنة أي بوستان جميل ممكن واحد يقول عنه كده يعني جنينة وحينما أراد الوحي أن يعبر عن روعة هذا البوستان أطلق عليه اسم جنة نعم لتفرده أطلق عليه قديس أثاناسيوس فردوس نعم هل لأنه موجود ورائع وجميل أطلق عليه فردوس ولا عشان شيء وهمي مش موجود علشان شيء موجود أطلق عليك المدفردوس صحيح والدليل من كتاب القديس أثاناسيوس بل وفي الصفحتين تمانية وتسعة بداية قبل أن أذهب إلى الخطيئة والفساد والوصية والكلام ده في نفس الكتاب طب هم اللي بيتكلموا عن رمزية آدم وحواء طب ما القديس أثاناسيوس نفسه بيتكلم عن خلق آدم وحواء صحيح أنت لسه آري أنه ده خلق خلق آدم وحواء طب من فين جابوا رمزية آدم وحواء اللي عاوز يثبت فكرة بيروح لشخصيات مشهورة أو شخص عايز يثبت أنه النبي يقول لك الله قال جبريل قال القديس أثاناسيوس قال قديس أثاناسيوس حجم كبير فعايز يثبت كلامه يديله شرعية للأسف الفلان قال لكن لما ترجع عشان تدرسي ببساطة تلاقي الكلام لا وجود له والواحد يؤسف يعني القديس أثاناسيوس حجم أنه يوضع في مكان هكذا طيب فأنا مثلا لو رحت لصفحة 8 لهم أخذوا منا كلمة ومن تسعة كلمة هنا بنشوف يقول ولذلك خلق كل الأشياء من العدم إبه هذا في كلام أروع من كده من العدم بكلمته يسوع المسيح ربنا وبنوع خاص تحنن على جنس البشر ولأنه رأى عدم قدرة الإنسان أن يبقى دائما على الحالة التي خلق فيها أعطاه نعمة إضافية فلم يكتفي بخلق البشر مثل باقي الكائنات غير العاقلة على الأرض بل خلقهم على صورته يعني خليك معي عزيز المشاهد ده بيقول لك خلق آدم وحواء على صورته على صورته زي ما موجود في الكتاب المقدس في الوحي الإلهي الذي هو فوق الجميع يبقى زي أنت لما تشاهد كلمة مخلوقين على صورته وبترجع للكتاب المقدس تجد نفس الحقيقة نعم إزاي أنت عز تحور الكلام نكمل يقول وأعطاهم شركة في قوة كلمته حتى يستطيعوا بطريقة ما ولهم بعض من ظل الكلمة وقد صار عقلاء أن يبقوا في سعادة ويحيوا الحياة الحقيقية حياة القدسين في الفردوس يبقى هنا في فردوس يحيوا فين حياة القدسين فين في الفردوس اللي هو الجنة يبقى فيه جنة ويحيوا في سعادة حقيقية يحيوا في سعادة حقيقية طالما هم في ظل الوصية اللي هنجية في نفس الصفحتين شوف معي في آخر الصفحة دي بيقول إيه ولكن لعلمه أي لعلم الله المطلق أيضا أن إرادة البشر يمكن أن تميل إلى أحد الاتجاهين الخير أو الشر سبق فأمن النعمة المعطات لهم بوصية ومكان يبقى في وصية هو لا تأكل من هذه الشجرة لأنك يوم تأكل منها موتا تموت أنا الآن أقرأ من أي كتاب أحبائي من كتاب القديس أثاناسيوس تجسد الكلمة صفحة تسعة أمنى النعمة المعطاء لهم بوصية لا تأكل مكان الجنة فأدخلهم في فردوسه حطهم في الجنة في الفردوس بتاعه وأعطاهم وصية وهي في وصية لا تأكل يعني مش شيء رمزي حتى إذا حافظوا النعمة واستمروا صالحين عاشوا في الفردوس بغير حزن ولا ألم ولا هم هل الكلام ده واضح ولا صعب الكلام واضح جدا يعني فيه قدامنا هو فيه مكان اسمه جنة فردوس فيه وصية وفيه أنهم مفروض يعيشوا حسب الوصية طب لو تعدوا لو تعدوا الوصية في نفس الصفحة بص كده بص كده وفيه موت وفيه وصية وفيه جنة وفيه آدم وفيه حواء بعد كل الحقائق دي ليس من اللائق أن نقول أن قديس أثاناسيوس تكلم عن رمزية أنت بس ما فهمتش هو تكلم عن رمزية الاسم وليس عن رمزية المكان لأنه ببساطة في نفس الصفحة 9 بيقول عن مكان وعن وصية ودلوقت في نفس الصفحة 9 اللي انت خدت منها كلمة كلمة الفردوس صفحة 8 و9 بيتكلم عن الفساد وبيتكلم عن الموت يبقى ازاي في رمزية ده كله كلام حرفي واضح جدا لو عندك أي تعليق استرسل بيقول في خمسة هنا وهذا ما سبق أن حذرنا منه الكتاب المقدس بفم الله قائلا يبقى أثاناسيوس هو بيأخذ من الكتاب المقدس نعم من جميع شجر الجنة تأكل آه يبقى في وصية تأكل أكلا وأما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها لأنك يوم تأكل منها موتا تموت شوفي عرف هنا التعريف الرائع ده يقول وموتا تموت لا تعني بالقطع مجرد الموت فقط بل البقاء في فساد الموت إلى الأبد رائع جدا هذا الشرح اللاهوتي وبلا شك نحن نتكلم عن رجل معطى نعمة خاصة في شرح اللاهوت قديس أثاناسيوس نعم أن موتا تموت يقول كان يكفي أن يقول إن أكلت ستموت نعم لكن لماذا موتا تموت أي أنك حتما ستموت وستخلط في الموت إلى الأبد وهذه كانت ما يعرف فيما بعد في الوحي المقدس بشوكة الموت أنه موت أبدي ليس هناك قيامة لو لا قيامة المسيح نعم طيب بزمتكم الرمز يكون إزاي هنا في هذا التعليم الواضح الصريح كيف يمكن أن نخرج من هذه المفاهيم الرائعة بكلمة رمز لا يوجد رمز هذا الكلام كلام حقيقي كلام يتكلم عن الحرف لا يتكلم عن الرمز لا من قريب ولا من بعيد لم يقل أن نجلنا رمز بمعنى أنها مكان وهمي بل اسمها وإنما هي مكان حقيقي الوصية حقيقية شوفناه قدامنا الموت حقيقي نعم الفساد حقيقي فساد الطبيعة البشرية بل أنه موت أبدي بكل بساطة يأتي شخص ويقول لا دي كلها رموز ليه ما الفائدة وأنا يعني واحد بيكسر تعاليم أساسية في الوحي المقدس لا أعاوز استشهد كمان بمسيحيين لهم وزنهم في التاريخ المسيحي على كل دي كانت مجرد مقدمة هذه الحتة اللي أخذوها وقادي الرد أنا لم أذهب بعيدا الآن عن الصفحات الصفحتين اللي هما استشهدوا بها من القديس أساسيس أعود للترتيب طيب ترتيب الأحداث من البداية في هذا الكتاب اللي هما استشهدوا بها إحنا بنرجع للكتاب ده نعم بيرجع للوحي المقدس يقولوا أن الرب خلق من البداية رجل وامرأة اتنين نشوف كذا هذه صفحة 6 نشوف معايا في صفحة 6 كذا نكبر الخط شوي بيقول وهناك هراطق أيضا يتوهمون لأنفسهم خالقا آخر لكل الأشياء غير أبي ربنا يسوع المسيح وهم بهذا يبرهنون على منتهى العمى لأن الرب كان يقول لليهود رب يسوع المسيح أما قرأتم أن الذي خلق من البداية خلقهما رجل وأنثى وقال من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسدا واحدا وبعد ذلك يقول مشيرا إلى الخالق فالذي جمعه الله لا يفرقه إنسان إذا يعني هنا بيقول أنه اثنين مخلوقين من البداية وبيأتي بكلام السيد المسيح له كل المجد بيقولهم أنتم ما سمعتوش كيف كان يوبخ اليهود يقولهم أما قرأتم من البدء خلقهما اثنين زكر وأنثى من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته طيب يبقى فيه ويكون الإسان جسد واحد ده التعليم اللي قالوا مين بداية آدم وبعد ذلك نبر عليه المسيح قال لهم أنتم ما تسمعتوش من آدم ويأتي هنا القديس أثنانس ليستشهد بكلام المسيح الذي نبر به على كلام آدم إزاي إحنا بعد كده نقول ممكن يزهد في اتجاه رمزي صعب صعب جدا عجبني الوصف للناس اللي بتنادي بخالق آخر غير الرب الإله أنهم هراطقة صحيح وإحنا شايفين أنه في بعض ممن يدعوا خدام يعني بيسموا نفسهم خدام أنه هم مؤمنين بنظرية التطور وهنوصل في الآخر أنه فعلا ما فيش إله للخلق وده يعني مناداتهم برمزية الحداشر أصحاح الأولى من سفر التكوين هيخدم نظرية التطور يعني بكل بساطة وهم بيستشهدوا بكلام القديس أثنانسيوس هم بيأخذوا كلمة أو صفة هرطوقي من هو من هو من نفس الكتاب اللي هم بيستشهدوا به صحيح أشكرك ملاحظة حلوة لأنه هنا واضح هو بيأكد وبيوثق أنه لابد وده هذا آلف بقى يعني الإنجان بأنه الرب لله خالق كل هذه الأشياء كأجناس سابتة فيه شيء اسمه النظريات الحادية اللي بتكلموا عنها يعني نعم اللي هي مبنية أساسا على افتراضات ليس أكثر من ذلك آتي للتثبيت الكلام اللي انت قلت يدل وقت التعليق ده أنه بيتكلم في هذا الكتاب أن الخلق كمان مخلوق بإيه يأكد في الفصل الثالث صفحة سبعة يقول فالكائنات كما يقول على لسان موسى في البدء خلق الله السماوات والأرض يبقى هنا بيرجع في البدء خلق الله السماوات والأرض عارفين لو أنا حبيت أذكر لكم الشاهد تكوين واحد واحد تكوين واحد واحد يعني القديسة أثاناسيس رجع لسفر التكوين واحد واحد أول كلمة في البدء خلق الله السماوات والأرض وكانت الأرض خاربة وخالية على وجه الغر من الظرمة وروح الله يرفع على وجه النيا رجع لأول آيات فإزاي يكون تعليمه رمزي لا إنتوا عاوزين تفبركوا كلامكم على شخصية بحجم القديسة أثاناسيس لكنه لم يقل هذا الكلام يبقى إذاً هنا برجع أول سفر التكوين بالكلمة مخلوقة الكلمة الذي هو المسيح المسيح كلمة الله نعم والكلمة هو اللوغوس العقل والعقل الألوهي هو الله عشان كده لما تسمعنا بنقول المسيح ابن الله صح المسيح هو الله صح عقلك هو أنت والمسيح حيث أنه كلمة الله اللوغوس عقل الله فهو الله نقمل هنا يرجع إذن القديس أثاناسيس ليس من عندياته الرجل يرجع للكتاب المقدس إلى الوحي المقدس هذا يقدم لنا من شوية الوصية لا تأكل لأنك يوم تأكل تمود هنا في البدء خلق الله السموات والأرض ثم يرجع إلى كتابات بولوس الرسول وعنده ألقاب رائعة جدا أطلق على بولوس الرسول في هذا الكتاب اللابس المسيح يعني أطلق على بولوس بولوس اللابس المسيح شوف التعبير هذا رائع نعم فنجد هنا في اتنين في نفس الصفحة سبعة يقول وهذا ما يشير إليه بولوس قائلا بالإيمان ندرك أن العالمين أنشئت بكلمة الله حتى لم يتكون ما يرى مما هو ظاهر يعني أوعى تفتكر يا إنسان أن الله لما خلق كان في مادة ظاهرة نعم فخلق منها لا خلق مما لم يكن موجود من العدم أوجد هذا الموجود ندخل إلى تعليم هام جدا بقى في هذا الكتاب تعليم ما أخوذ جملة وتفصيلا مما يقال أنه رمزي تخيلي تاني يعني مش هم يقولوا أن الحلاش رصحة دور رمزي رمزية مجرد رموز نعم هذا ويستشهدوا بالقديس أساناسيوس صحيح القديس أساناسيوس له تعليم رائع جدا في حدود هذه بل في حدود الأصحاح الأول من سفر التكوين اللي هم يعتبرون رمزي عنده تعليم هام جدا وأساسي طيب هيتطبح أكتر لما ندخل فيه ونقرأ تكلم عن ليه الإنسان مخلوق على صورة الله ليه الصورة يعني للصورة إذن تعليم عنده مأخوذ من الكتاب المقدس خلينا نشوفه مع بعض نروح لصفحة 8 اللي هم كانوا من شوية موجودين فيها بيقول فلم يكتفي بخلق البشر مثل باقي الكائنات غير العاقلة على الأرض بل خلقهم على صورته وأعطاهم الشركة في قوة كلمته حتى يستطيعوا بطريقة ما ولهم بعض من ظل الكلمة وقد صاروا عقلاء أن يبقوا في سعادة ويحيو الحياة الحقيقية حياة القديسين في الفردوس نتابع الصورة صفحة 36 يقول وإذ وإذ صار البشر هكذا كالحيوانات غير العاقلة وسادت غواية الشيطان في كل مكان حتى حجبت معرفة الإله الحقيقي يتكلم عن الإنسان بعض السقوط إزاي فقد عقله مش فقد يعني بمعنى أنه غير موجود ولكن لا يستخدم الاستخدام المنط به فما الذي كان على الله أن يفعل أَيَصْمُط أمام هذا الضلال العظيم ويدعى الشر البشر يضلون بتأثير الشيطان ولا يعرفون الله ثم يقول وما هي الفائدة من خلق الإنسان أصلا على صورة الله كان من الأفضل له لو أنه خلق مثل مخلوق غير عاقل من أن يخلق عاقلا ثم يعيش كالحيوانات غير العاقلة هنا ربط رائع جدا بين الصورة والعاقل لأنه نفخ في أنفه نسمة حياة نسمة حياة عاقلة نعم فتميز آدم عن كل الكائنات بأنه عاقل فهنا يربط الصورة العاقلة كان يمكن للإنسان أفضل أنه يخلق مثل الكائنات لكن تميز بأنه خلق على الصورة الله وبالتالي الصورة العاقلة الحية نعم يكمل في هذا الإطار ويقول في صفحة تسعة تلاتين يتم سوى تجديد الخليقة التي وجدت على صورة الله مرة أخرى ولكي يستطيع البشر نبدأ من هنا جملة جديدة ولكي يستطيع البشر أن يعرفوه مرة أخرى ولكن كيف كان ممكن لهذا الأمر أن يحدث إلا بحضور نفس صورة الله مخلصنا يسوع المسيح وهنا بميز بين أمرين في حقيقة الأمر في منتهى الروعة خلي بالك معي يا عزيزي كان ذلك الأمر مستحيلا أن يتم بواسطة البشر لأنهم هم أيضا خلقوا على مثال تلك الصورة وليس هم الصورة نفسها المسيح هو صورة الله إنما نحن مخلوقين على صورة الله نحن لسنا ذات الصورة لكن المسيح هو ذات الصورة وذات الجوهر نعم تعليم لا هوتي من الطراز الأول لو أحد يعود ويتعلم ليس يحاول فابريك يعود ويتعلم فهنا بيتكلم وطبعا لو رجعنا سنلقى موجود في رسالات تلقى الديس بولس بالوحي المقدس إذا شفنا في كلوسي واحد صحيح وحتى في العبرانيين رسم جوهره يحامل كل الأشياء بكلمة قدرته كل هذا مأخوذ يعني لا يأتي بتعابير لا هوتي من فراغ لا هذا موجود في الوحي المقدس معتمد الأساسي هو وحي الله هذا كل خادم أمين مفروض يكون كلا فما بال هذا اللاهوتي البارع الرائع جدا فيقول وليسهم الصورة نفسها ولا أيضا بواسطة ملائكة لأنهم ليسوا صورا لله ولهذا أتى كلمة الله بذاته لكي يستطيع وهو صورة الآب أن يجدد خلقة الإنسان على مثال الصورة طيب خليني هنا أوضح جزئية مهمة في هذا التعليم بيقول أن الخالق هو صورة الله كلمة الله المسيح نعم هو الذي خلق الإنسان على صورته فالإنسان ليس الصورة لكنه مخلوق على مثال الصورة طيب ده في الخلق الصورة دي حصل لها مشكلة الخطيئة والفساد فكان بالتالي من الأرواع أن يأتي الصورة الذي خلق هو في البداية أن يأتي ليجدد الصورة مرة أخرى الذي خلق على صورته ما ينفع يكون بشر لأنه لا يملك ولا ينفع يكون ملائكة لأنهم ليسوا على صورة الله ولكن يأتي الصورة ذاته الذي خلق هؤلاء على صورته هو القادر وحده أن يجدد خلقة الإنسان على مثال الصورة الذي هو شفت التعليم رائع صراحة ممتع صحيح وأنا بشجع كل خادم من الأحباء المهتمين أي مسيحي بصراحة أن يقرأ هذا الكتاب لأنه فيه تعليم لهوتي رائع جدا تجسد الكلمة يكمل في تمانية ويقول وإضافة إلى ذلك فهذا لم يكن ممكن أن يتم أيضا دون أن يباد الموت والفساد الله يعني في موت والفساد دخل يعني ليس رمز نعم صحيح جاين يتكلمون عن رمز رمز إيه ده يقول لازم يباد هذا الموجود يباد يباد حيبيد رمز حيبيد شيء وهم ولا يتكلم عن إبادة لشيء موجود في طبيعة الإنسان ولهذا فقد كان من اللائق أن يأخذ جسدا قابلا للموت يعني حتى يبيد فيه الموت في الجسد ويجدد خلقة البشر الذين خلقوا على صورته إذن فلم يكن كفعا لسد هذه الحاجة سوى صورة الآن ثانيا سأشرح الكلام هذا أخذ جسد هذا الجسد يعني من طبيعتنا والكلام موجود في يوحن واحد وعبرانيين رسالة العبرانيين موجود أنه أخذ جسدا وإذ كان في الجسد في فليبي اثنين خمسة وستة ليكون هذا الفكر فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع إذ كان في صورة الله لم يحسب خلصا أن يكون معادلا لله لكنه أخذ نفسه أخذ صورة عبد أنا ليس أقول الكلام لكي أقول التطابق لا يمكن أن يكون تعليم يأخذ ويعلم به وهو بعيد عن الوحي لا قيمة له قيمة هذا التعليم أنه ليس أقول مطابق وما ينفع أنه يتعلم من الوحي أنه منهله ومنهجه هو وحي الله المقدس الذي هو فوق الجميع أخذ جسدا شوف التعبير اللهوة الدقيق وده ما أخذ من العبرانيين برضو لكي يبيد فيه الموت أخذ الجسد هذا للموت تعالى أنا سأهزمك هنا في جسدي أنت رايح للضعاف دول للبشر دول مش هيدره تعال أنا أخذت الجسد بس هذا الجسد ليس مجردا مجرد جسد هو فيه اللاهوة المتحد به التحاد تام وكامل ومطلق فأخذ الموت استقبله في جسده هو الذي استقبل الموت في جسده المسيح له كل المجد وأباد سلطان الموت الأبدي وما خله موت أبدي أصبح في قيامة طب إزاي نؤمن أن في قيامة أصل المسيح قام نعم ما أعدش في القبر الناس اللي بيخافوا من القيامة بيرتعبوا منها مش عايزين المسيح يقوم ياما يخلوه قاعد في السنة صعب بدون صلب وبدون قيامة ياما يخلوه بعد ما ما ادخلوه في قبر وكان مغم عليه زي أحمد ديدات والديداتيين كلهم وطبعا بيأخذوا من مرزة غلام أحمد وبعد كده بالتالي ليس هناك موت ولا قيامة طلع عاش كده بعد كده المسيح الشيطان يرتعب من القيامة ده اللي عمله المسيح هذه التعليم رمزية يعني خليكم أمناء مع أنفسكم هل هذه التعليم تمت إلى الرمزية بأي شكل من الأشكال وكأنها لم تكن غير حقيقية وانت ليه رايح للرمز طالما الأصل موجود بهذا الجمال إبازا القديس أثاناسوس معلمش زي ما أنتو بتقولوا بالرمز أكمل أكمل تفضل بس أنا يعني لفت انتباهي وأنت بتتكلم عن أن الشيطان بيرتعب من القيامة الحقيقة هم كمان اليهود سرقوه سرقوا الجسد سرقوا الجسد صحيح هو ما جامش ففعلا الشيطان من البداية خالص هو مرعوب من القيامة صحيح فعلا شكرا أكمل في موضوع الصورة قبل أن أذهب إلى موضوع المعصية الأولى والخطية الأولى برضو هتكون وهمية ولا يهي نشوف خلينا أكمل هنا شوف بيقول إيه في صفحة 41 وكما لو أنه كانت هناك صورة لشخص مرسومة على قماش مثبت على لوحة خشبية بدي بدي مثال وتلطخت هذه الصورة من الخارج بالأقدار مما أدى إلى اختفاء ملامحها ففي هذه الحالة لا بد من حضور صاحب الصورة نفسه الثانية لكي يمكن إعادة تجديد الصورة على نفس قماش اللوحة فلا يلقى بالقماش لأن صورته أرسمت عليه بل يجدد الرسم عليه مرة أخرى ده مثال وعلى هذا النحو فقد أتى إلى عالمنا كلي القداسة ابن الآب إذ هو صورة الآب لكي يجدد الإنسان الذي خلق مرة على صورته ويخلص ما قد هلك بمغفرة الخطايا كما يقول هو في الإنجيل جئت لكي أطلب وأخلص ما قد هلك ولأجل هذا أيضا قال لليهود إن كان أحد لا يولد ثانية وهو لا يقصد بهذا كما ظن الولادة من امرأة بل قصد التحدث عن إعادة ميلاد النفس وتجديد خلقتها بحسب الصورة يعني الواحد أروع ما قرأ عن الصورة بهذا العنق بصراحة في هذا الكتاب تجسب الكلمة وأروع شيء هو الفصل اللي عملوا في هذا الكتاب بين المسيح وذات الصورة بينما نحن مخلوقين على صورة نعم شبه أدبي للصورة بينما المسيح وذات الصورة وذات الرسم وذات الجوهر نعم شيء رائع إبداع في وسط هذا الإبداع إلى أي حد يمكن يعتبر أن من يقول أن هذا رمز هو التشويه لهذا الكتاب والتشويه لهذا الشخص لأنه إزاي أنت بتقول عن كتابات أو تعليمه كده وهو مش كده صحيح ففي نهاية يحسب تشويه وبيضربه كمان في الكتاب المقدس يعني هو برضه يعني ما هو الكتاب المقدس ما قالش كده أنت جايب من فين الكلام ده صحيح أنت يعني بتفكر احتمال أنك أنت بتفكر في أمور مثلا في الكتاب المقدس طلعت لك بتعليم أو فهمت حاجة أعتبرتها تعليم ورايح تعلم بيها والشيء العجيب أنه كل واحد بيطلع بتعليم جديد أو بيكون عاوز يمارس خطيئة معينة طلعج وزوجة تانية وثالثة ورابعة كله عاوز مرجعية من الكتاب المقدس طبعا ده حتى هم يعني حكم عليهم الكتاب المقدس يعني في سدوم وعمورة وغيره هم أخذوا ألوان الطيف أخذوها من فين صحيح ألوان الطيف دي من الكتاب المقدس صحيح عاوز يرتاح صحيح إلاج شرعية نفسه فما أخذ الوعد الإلهي نعم أنت بتاخد وعد إلهي ليه نعم أنت مالكش علاقة بيه عشان يتطمن والبص الرمز الشعب مش هيغضب علي هذا وعد إلهي صحيح مش هيغضب زي ما قال أنا مش هغضب على الأرض التاني يكون في مياه نعم أنا مش هغضب عليكم محاولة الشيطانية كنها نعم لكن في النهاية هي خطية عقابها الهلاك الأبدي للأسف ما فيش ما فيش تهاون في كلمة الله نعم ليه أنا بجيب الأشياد ليه أنا يعني مركز في هذا الكتاب مع أنه فيه تعليم أخرى كثيرة لهوتية مركز على الجنة وآدم حوة والوصية والخلق وأنه رجل وامرأة ليه أنا مركز على الكلام لأنه ده اللي موجود في الأصحاحات الأولى اللي هما بيعتقدوا أنها رمزية نعم وبالتالي استشهدوا أو حاولوا يستشهدوا بالقديس أساناسوس فأنا جبت منه بس هذه الأجزاء فهروح دلوقتي إلى المعصية الأولى طيب تكلم عن خطية هل الإنسان مخلوق حاشد لله تبارك اسمه يبا دا الإله اللي احنا منعرفه ولا الإله اللي احنا منعرفه خلق الإنسان كامل وعطاه حرية الاختيار واختار بنفسه وجلب على نفسه خطية الموت الخطية التي أماتته خلينا أقول لك فين المعصية الأولى نروح إلى صفحة 58 أقول لك أرقام الصفحات عشان ترجع لها في الكتاب ده وخلي بالك من الطبعة 2002 ولما كان من الواجب وفاء الدين المستحق على الجميع إذ كما بينا سابقا كان الجميع مستحقين الموت الجميع طب من فين جاء الموت على الجميع إن شاء الله الجميع ده مش آدم حواء الجميع ده الجنس البشري صحيح طب من فين جاء الموت للجنس البشري ما هو تعليم الكتاب المقدس هو سيقوله فالأجل هذا الغرض جاء المسيح بيننا وبعدما قدم براهينا كثير على ألوهيته بواسطة أعماله في الجسد خلوا بالكم أحباء المسلمين أنا أقرأ من كتاب من القرن الرابع الميلادي يعني قبل الإسلام نتكلم عن ألوهية المسيح خلوا بالكم من خلاصكم الأمر ليس خزعبلات مسيحية جابوها حقيقة في الكتاب المقدس وآدي كتاب من القرن الرابع الميلادي يشهد فيه القديس أساناسوس بالتعليم الكتاب المقدس فسيبكم من كلمة محرف لأنه لن تشفع لكم يوم الدينونة الرهيب فإنه قدم ذبيحته عن الجميع يعني النسيح مات من أجل كل العالم نعم مات ليه يعني عشان رمز عشان وهم فأسلم هيكله للموت عوضا عن الجميع شوف الجميع تكررت كم مرة نعم أولا لكي يبررهم ويحررهم من المعصية الأولى وثانيا لكي يثبت أنه أقوى من الموت مظهرا جسده الخاص أنه عديم الفساد وأنه باكور لقيامة الجميع كم تعليم لهوت هنا عميق في هذا الكلام خلينا أخذها واحدة واحدة أولا لكي يبررهم ويحررهم من المعصية الأولى الله يبقى فيه خطية أولى هي يا إخوة يلا بتاخده قديس أثناسس تقوله تكلم عن الرمز تكلم عن الرمز إزاي بيقولك فيه معصية أولى هو بنفسه بيقولك المعصية الأولى والكتاب المقدس يتكلم عن الخطية الأولى صعب عليكم تفهموه ولا فيه منهج معين يعني فيه أجندة معينة وثانيا لكي يثبت أنه أقوى من الموت أخذ الجسد بتاعنا بكل ما فيه من يعني إمكانيات بسيطة ما خل الخطية لأنه دخل إلى عالمنا بطريقة فريدة وأظهر أنه أقوى من الموت هذا الجسد الخاص هزم فيه الموت وبقي هذا الجسد ثلاثة أيام في القبر دون فساد وهذا أساسا قاله داود النبي بالنبوة عن المسيح لن يرى جسد فسادا ما فيه جسد لن يرى فسادا جسدي لن يرى فسادا طب هو قعد في القبر مش بس لم يرى فسادا بمعنى أنه لم يتحلل لا الجسد كما هو مجرد أن الروح خرجت من الجسد فيموت الجسد لكن هذا الجسد لم تحدث فيه أي أي علامات من علامات الموت حينما يحدث للإنسان لأنه غير فاسد لم يتيبس الجسد كما هو جسد سليم 100% لأنه لأن الذي أدخل هذه الأشياء هو الفساد فساد الخطيئة فساد الطبيعة البشرية لكنه هو الكامل ثم يكمل ويقول أنه باكور لقيامة الجسد باكور يعني الأول الذي قام علشان البائيين اللي مخدين اللي خد زيهم هذا الجسد هم يتبعوا برضو في هذه القيامة رائع جدا هذا التعليم نعم فصعب أنه هم يتكلموا عن مجرد رمز تدخل إلى محور آخر لو عندك أيضا معقول في كل الكتاب ده كله كل الكلام الرائع اللي أنت بتتكلم عنه كل ده هم ما فهموه بس أخذوا كلمة أنه كلمة الرمز اللي هو يعني اللي جات في الكتاب له كل الكلام ده كله وخذوا بس الكلمة دي بصي هم لم يرحموا الكتاب المقدس فبالتالي لن يرحموا كتاب تجسد الكلمة وهو أقل من الوحي المقدس صحيح معك حد إذا كانوا متعاملوا مع الكتاب المقدس كده عملين يألفوا فيه عملين وقول لك ده رمز وعملوا لك ده مش وحي صحيح ومن زمان الناس دي موجودة يعني مش شيء جديد على المسيحية فكما هناك جوليات هناك داود صحيح وكما هناك كل المجامع الأولى كان هناك استفانوس الشهيد الأول الوقف أمامه وكان ينبري لكل صغير وكبير نعم وكما أن هناك مملكة الشيطان هناك ملك الملوك ورب الأرباب يسوع المسيح الحي الذي كسر شوكة هذه المملكة إلى الأبد آمين سلطان الخطيئة والموت ما عاد للموت أي قوة لأنه لم يعد أبدي كما كان ومجرد الوقت إحنا نعبر المسيح لا يموت يعبر من هنا إلى المكان الآخر نعم الفردوس المسمى الفردوس سبب التجسد إيه بقى استهادة الخلود طبيعة الخلق اللي هو كان حصل فيه فساد يستعيد عدم الفساد مرة أخرى ده برضو قاله يعني أنت لما تلاقي في الكتاب سبب التجسد إيه عشان فيه خطيئة أولى زي ما تكلم عن الخطيئة الأولى نعم وقال هو جاء عشان الجميع يموت من أجل الجميع طب فين الخطيئة الأولى ده حصلت نعم نحن نتكلم عن الأصحاح الثالث من سفر التكوين نعم سقوط الإنسان يبقى زي ده رمز ما يهدي اللي أنت بتقول عليه ده ده تبنى عليه العقيدة بعد كده إن رمزت هذه رمزت كل شيء بعد كده ما عاد لم تجيء المسيح قيمة لماذا يأتي إن لم تكن هنا خطيئة أصلية وهي الفساد الأبدي الذي حصل للإنسان الموت الأبدي دخيل على الحياة دخيل على الخلود بتاع الإنسان كسر الخلود في الإنسان أمات الخلود إلى الأبد استعاده المسيح مرة أخرى خلينا أروح للجزئية دي بعد إذنك صفحة عشرة في الفصل الرابع يقول وربما تتساءل لماذا بينما نقصد أن نتحدث عن تجسد الكلمة فإننا نتحدث الآن عن بداية خلق البشرية ليه أنا بتكلم عن هو بيقول كذا أنا بتكلم عن تجسد الكلمة ليه أرجع أتكلم عن خلق البشرية لكن يعلم أن هذا الحديث أيضا يتصل بهدف هذا المقال اثنين لأنه من الضروري عندما نتحدث عن ظهور المخلص بيننا أن نتحدث عن بداية خلق البشر ولكي تعلم أن نزوله إلينا كان بسببنا وأن تعدين استدعى تعطف الكلمة لكي يأتي الرب مسرعا لمعونتنا ويظهر بين البشر فلأجل قضيتنا تجسد لكي يخلصنا وبسبب محبته للبشر قبل أن يتأنس ويظهر في جسد بشري وهكذا خلق الله الإنسان وكان قصده أن يبقى في غير فساد أما البشر فاذا احتقروا التفكير في الله ورفضوه وفكروا في الشر وابتدعوه يعني هنا أنا عاوز أقف عند الكلمة المهمة دي خلقوا في غير فساد ويتكلم عن أنه جاء لأجل قضيتنا إيه هي قضيتنا السقوط في الخطيئة والفساد ومخلوق الإنسان بغير فساد ما كانش فيه موت أين تجد في الكتاب المقدس أن هناك صار موت صاح الثاني يوم تأكل من هذه الشجرة موتا تموت صاح الثالث أكل من الشجرة وصدر عليه حكم الموت لا أدري كل ما فكرت في الموضوع أحاول أن أجد عزرا بصراحة لا أجد عزر لهؤلاء رقم واحد ما عليش اللي أنت قرأته من شوية هو ربط التجسد ببداية الخلق صح يعني نفس الكلام اللي أنت بتسأله يعني أنت لما ترمز الجزء الأول ده أو الموضوع الجنة والخلق والكلام ده كله أي قيمة التجسد المسيح أي قيمة فداؤه صح فشوف هو بيربط لأنه ما ينفعش إلا يكون مرتبط ببعض لازم عشان كذا قال كما أن الذي خلق الإنسان على صورته هو الصورة نفسه الذي خلقت نعم وسقط هذا الإنسان وفسدت الصورة كان لابد أن يأتي هو الصورة نفسه ليعد ترتباع صورته من جديد نعم فما فقدناه في آدم نستعيد في المسيح له كل المجد هو الصورة هو ذات الصورة نحن على شبه الصورة افهموا أحبائي افهموا أيها المباركون قبل فوات الأوان بيقى عندنا مشكلة نحن أنه كل من يعني درس شوية في الكتاب المقدس اعتبر نفسه لهوتي دي مشكلة كبيرة جدا وإحنا شايفينها على الساحة صحيح واحد بيقرأ شوية بيدرس شوية في الكتاب المقدس أصبح لهوتي يعني محتاجين أن نحن نوع كمؤمنين كناس مسيحيين محتاجين أن نحن نوع على الحتة دي يعني على أقل تقدير هو الإنسان يمكن أن يتكلم في اللهوتي الروحي ويبني الآخرين هذا جيد رائع لكن دائما حينما نتكلم في طبيعة المسيح صحيح أو في طبيعة ذات الله أو حينما نتكلم في الفداء والكفارة وفي الوحي المقدس نخل بنا حتى لو ما كناش يعني دارسين لهوت لكن نقرأ ونتعلم كلنا حتى يعني الدارس لهوت ما بيقرأ وبيتعلم صحيح ما هو ما توردش متعلم يعني أعيس في الحتة دي أجيب في رقم أربعة لو تلاحظوا هنا في رقم أربعة لما بيقول وهكذا خلق الله الإنسان وكان قصده أن يبقى في غير فساد أما البشر فإذا احتقروا التفكير في الله ورفضوا تحت على البشر في رقم أربعة يعني شوف كلمة البشر القديس أثاناسيوس بحطها بعناية لما ترجع للشاهد تحت يقول لك الجدير بالملاحظة أن القديس أثاناسيوس بدلا من تعبير آدم لأنه آدم هو اللي كان هناك يستخدم تعبير البشر وهو تعبير يدل ليس على إنسان بمفردي بل على كل البشر تأكيدا منه على وحدة الجنس البشري تأكيدا على وحدة الجنس البشري هذا أولا من المترجم الدكتور جوزيف وتأكيدا منه على أن فساد الطبيعة البشرية لم يقتصر على آدم وإنما امتد إلى كل الجنس البشري نعم فالجنس البشري مات بهذا الفساد الذي دخل وده كلام الكتاب برطا وده كلام الكتاب نكمل هنا فإذ احتقروا التفكير في الله ورفضوه نكمل وفكروا في الشر وابتدعوه ابتدعوه لأنفسهم كما أشرنا أولا فقد حكم عليهم بحكم الموت يعني فيه موت الذي سبق إنذارهم به يعني فيه واصية بص خلي بالك عزيزي من الكلام حكم عليهم بإيه؟ بالموت الموت ده كان جديد ما ما يعرفهش لا أقول لك سبق إنذارهم به من ذلك الحين لم يبقوا بعد كما خلقوا بل إن أفكارهم قادتهم إلى الفساد وملك عليهم الموت ملك لأن تعد الوصية أعادهم إلى حالتهم الطبيعية حتى أنهم كما وجدوا من العدم هكذا أيضا بالضرورة يلحقهم الفناء بمروز الزمن حلوة الحد ده عارفة بربطة بإيه؟ في الكتاب ده نفسه بربطة ربطة رائعة جدا يقول إنه ده مخلوق من العدم فأصبح في حيز الوجود لكن قيمة الوجود كقيمة هي مرهونة بالربنا بعلاقتك به طلعت من هذا الإطار من هذه الحلقة وإنت ببعدك عنه والشر اللي أنت فيه كأنك عدت إلى حالة اللا وجود العدم بس خلي بالك إنه حال الجحيم حيكون كذا وكأنه في العدم كأنه في الفناء وليس هنا المعنى أنه يفنى معناه لا وجود له لا حالة حالة البعد عن الله أطلق عليها هنا حالة العدم دعونا أكمل هنا لو سمحت في صفحة 11 فإن كانوا وهم في الحالة الطبيعية حالة عدم الوجود قد دعوا إلى الوجود بقوة الكلمة هو يتكلم عنها كانوا في عدم الوجود جزايل الوجود بقوة الكلمة وتحننه كان طبيعيا أن يرجعوا إلى ما هو غير موجود أي العدم عندما فقدوا كل ما عرف بالله يعتبر عدم هنا لأن كل ما هو شر فهو عدم وكل ما هو خير فهو موجود ولأنهم حصلوا على وجودهم من الله الكائن الموجود يعني لذلك كان لابد أن يحرموا إلى الأبد من الوجود وهذا يعني انحلالهم وبقائهم في الموت والفساد اللي سمع الفناء أروع يعني يعني تعليم فعلا رائع جدا أن الواحد يشوف هذا الرط العجيب بين العدم الذي قبل الخلق ثم دعاهم إلى الوجود الكلمة سيد المسيح المسيح كلمة الله ثم حينما ابتعدوا عن الله كأنهم في شرهم أصبحوا في العدم من جديد كأن لا وجود لهم ليه لأن الخير هو الوجود الموجود أو الخير الخير هو الوجود الشر والعدم وفي حقيقة الأمر الشر ليس شيء إيجابي زي الظلمة كده الظلمة ليس شيء إيجابي الظلمة عدم النور يعني لما يكون مكان ما فيهوش نور بيبقى ظلمة أول ما يكون في نور الظلمة تتبدد لأنها هي السلبي هي الغير وجود مش موجودة الموجود هو النور هكذا الخير حينما يوجد لا يصير هناك عدم لكن أول ما الإنسان يتجه إلى الشر ويعيش في الشر أصبح هو العدم بزاد يعني تعليم رائع بلاش نشوي هذا التعليم الجميل جدا أختم بحتة في الآخر في نفس هذا الإطار يقول فالإنسان فان بطبيعته لأنه خلق من العدم إلا أنه بسبب خلقته على صورة الله الكائن شوف الرواع كان ممكن أن يقاوم قوة الفناء الطبيعي ويبقى في عدم فناء لو أنه أبقى الله في معرفته كما تقول الحكمة حفظ الشرائع تحقق عدم الفساد يعني إلى آخره بس تشوفي هنا تأتي الستة دي رقم ستة يعني خلق من العدم وبالتالي الموجود من العدم طبيعته ممكن يكون إلى العدم بس ليدا مش رايح للعدم لأنه مخلوق على صورة الله نعم هذه الصورة الكائن الذي خلق هذا الوجود إحنا مخلوقين على صورته فهو الذي يعطي هذه الصورة المخلوق على صورته عدم الفناء وعدم العدم نعم يعني بنشوف هنا الناس اللي سابوا وراحوا في الشر وراحوا في الخطية دول حيدخلوا إلى منطقة العدم فالجحيم هو العدم ليس العدم بمعنى اللا وجود ولكن العدم هنا بمعنى البعد التام تماما عن الله زي ما قاله موتا تموت مش موتا مش حكيم لا موتا تموت أي تخلد في الموت فهنا خلود في الشر كأنه العدم خليني أسألك آخر سؤال لأنه خلاص إحنا حوالي دقيقة وربع يمكن أنا كخادم المفروض المفروض أكون راعي لأنا بخدمهم صحيح المفروض أن أنا مسؤول عن الرعية بتاعتي وحقدم حساب عن رعايتي للرعية عن المخدمين عن المخدمين هل اللي بيقدموا التعليم دي هل عندهم إحساس بأنه هو راعي مسؤول عن رعيته هايقدم حساب في يوم من الأيام عن التعليم اللي هو بيقدمها هو طبعا صعب أن الواحد يدخل في ضمائر الناس ويحكم لكن أنا أستطيع من خلال سؤالك أقول يجب أن يكون هذا موجود فينا كلنا كخدام مهم أن يكون موجود واضح من الوقت أدركنا صحيح شكرا لكم وأنا بشكر ونحن نكمل لسه في الردود تابعونا في الحلقة الجاه سيكون عندنا حلقة مسجلة مسيحي بارك حياتكم صلوا لأجلنا كثير زي ما نحن نصلي لأجلكم ونشوفكم في الحلقة الجديدة اشتركوا في القناة